إذن نعود إلى ملفنا الأول في غرفة أخبار الليلة توقف مستشفى ناصر عن الخدمة في خان يونس بعد الاقتحام الإسرائيلي نتابع هذا الخبر مع السيدة الوزيرة ميل كيلي وزيرة الصحة الفلسطينية معنا مباشرة من رامالله مع الوزيرة شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا في غرفة الأخبار من سكان يوز عربية هذا المساء ثاني أكبر مستشفى في غزة خرج عن الخدمة ما هو وضع المرضى والمحاصرين والوضع الصحي بعد هذا مجمع ناصر الطبي هو المستشفى الثاني بعد مجمع الشفاء من ناحية الخدمات وسعة المستشفى هذا المستشفى كان يحتوي على 300 كادر طبي و450 جريح و10 ألاف نازح كما تعلمون بأن إسرائيل قوات الاحتلال حاصرت هذا المستشفى وقصفت هذا المستشفى وطلبت من النازحين لمغادرة هذا المستشفى واعتقلت بعض الكوادر الطبية الموجودة في هذا المستشفى وأيضا طالبت منهم النزوح للكوادر الطبية وبالنسبة كمان قطعت وصول بعض الشاحنات التي خصصتها من نظمة صحة العالمية لهذا المستشفى وكانت بعيدة 50 متر عن المستشفى ولم تسمح بوصولها إلى المشفى هذا كله إضافة إلى عدم وجود الوقود أدى هذا الصحيح إلى استشهاد 8 من المرضى لعدم وجود الأكسجين المستشفى هذا هو مستشفى هام جدا في خان يونس إضافة إلى مستشفى الأمل عدم إشغال هذا المستشفى يعتبر كارثي من الناحية الصحية على محافظة خان يونس وكافة القرى وكافة المخيمات التي تقع حول خان يونس هذا خبر مهم أفتنا به كافة من يستطيع أن يتدخل سيدة الوزيرة ثمانية من المرضى الذين كانوا يرقدون في مستشفى ناصر توفوا اليوم جراء نقص الأكسجين ماذا عن بقية المرضى كيف هم الآن هل هناك حد أدنى من الرعاية يقدم للمرضى الذين كانوا في مستشفى ناصر هل هم أصلا ما يزلون داخل المستشفى المحاصر أم لا نعم لا يزلون داخل المستشفى المحاصر لكن بعدد من الكوادر الطبي أقل بكثير من ما سبق إذ أنهم اعتقلوا أو سرحوا اعتقلوا الكوادر الطبي أو سرحهم أن يخرجوا وبقي في كل مكان ليس أكثر من ممرض أو ممردين إضافة إلى مجموعة من الأطباء ليست بالكثر لكن عدد من الأطباء الممردين والأطباء هم الذين يكفنون الموجودين فقط يعملون ضمن أقل مستوى ممكن للحفاظ على المرضى نعم لديهم كهرباء هناك الكهرباء متقطعة لأنه لا يوجد وقود وقد تنقطع تماما بعد فترة وجيزة نعم سيدة الوزيرة تحدثت على محاولة الفريق الأممي تابع الأمم المتحدة لمنظمة الصحة العالمية حاول الدخول إلى مستشفى ناصر ولكن إسرائيل منعت دخول الفريق الأممي إلى المستشفى هل لديكم تواصل مع الفريق الذي أوفدته المنظمة منظمة الصحة العالمية ومن جانبكم أيضا كوزارة صحة فلسطينية هل لديكم أي فرق أو أفراد هناك يمكن أن يقيموا الوضع أو ينقلوا حقيقة ما يجري هناك في مجمع ناصر الطبي في خان يونس يعني نحن في اتصال دائم معهم حين تسنح الظروف الاتصالات من الاتصال بهم يعني نحن نتصل عشر مرات عشان نستطيع أن نتحدث مرة إذا ما تم ذلك لأن تعلمون أن الاتصالات والإنترنت وكل ذلك أيضا تسيطر عليه إسرائيل وتقطع الاتصالات أو تسمح بالاتصالات حسب ما ترتقي من الناحية قاب قوسين الأمنية لها حتى لا تخرج الصورة الحقيقية بما يدور في قطاع غزة وفي المستشفيات من العدوان الإسرائيلي ونتائج على المرضى يعني بدون يخبوا الوضع اللي قائم سيدة الوزيرة نحن في اتصال معهم كذلك لفتني في معرض حديثكم عذرا على المقاطعة نعم منظمة صحة العالمية لديكم تواصل معهم كوزارة صحة فلسطينية يوميا نعم فيما يتعلق بمستشفى ناصر ما نوع التنسيق بينكم مع نفس المستشفى نعم مع منظمة صحة العالمية ووزارة الصحة ومستشفى ناصر نحن ننسق بشكل دائم معهم لأن القطاع الصحي بحاجة إلى هذا التنسيق نحاول أن يكون هناك اتصال يومي لمعرفة ما هو الحدث وكيفية نقل هذا الحدث إلى العالم أولا ومن ثم نحاول حث نظمة الصحة العالمية وبعض المؤسسات الصحية في داخل قطاع من أجل وصول إلى مستشفى ناصر تحديدا في هذه المرحلة مثلا أننا أطباء بلا حدود في مؤسسات أخرى مهمة أنها تروح وأيضا نحث من هو موجود على الأرض من الكوادر الطبية سواء ممرضين قابلات أي منهم أو أطباء يتوجهوا إلى مستشفى ناصر لكن أنا أريد أن أحكي لك شيء كمان وأخليه واضح تماما أن القطاع الطبي في قطاع غزة لا يحتاج إلى من يحثه هم من تمين وبانتمائهم ومهنيتهم وهمتهم الوطنية يذهبون للعمل ليلة نهارا دون أن يحفزهم أحد لذهاب فكل التحية لهم لأنهم ما يقوموا به هو عمل عظيم وفاقة التصور منذ 7 أكتوبر إلى الآن يعملون ليلة نهارا وأنت تعلم أخي وجميع يعلم بأنهم لا يسمحوا للكوادر الطبية للدخول من الخارج نحن عندنا قوائم كثيرة في الضفة الغربية يريدون الذهاب إلى قطاع غزة سواء كانوا أطباء أو ممردين أو قابلات أو مخبريين أو غيرهم لكن لا تصبح السعيد بدخولهم ونحن بحاجة فعلا إلى سيدة الوزيرة سامحيني عن قاطعك كثير ولكن أنا أريد أن أستغل وجودك معي حتى نأخذ منك أكبر قدر من المعلومات ونوصل الصورة صورة المشهد في مستشفى ناصر إلى العالم عبر سكاي نيوز لفتني في معرض حديثك الأرقام التي أوردتها تحية طبعا لثلاثمائة من الكادر الطبي من الأطباء والممرضين والمعاونين الذين يعملون منذ السابع من أكتوبر كذلك عشرة ألاف نازح كانوا موجودين إضافة إلى هناك أرقام أخرى وردت أن هناك الألاف من الأطفال الذين فقدوا دويهم كذلك عدد من النساء الحوامل في مجمع ناصر ما هي المعطيات التي لديكم بخصوص هذه الأرقام بخصوص هذه الحالات الحرجة التي لا تتحمل أي انقطاع في الخدمات شوف بداية ذكرت منظمة اليونسيف الدولية أن هناك يوجد 17 ألف طفل في قطاع غزة منفصلين عن عائلاتهم إما استشهادا أو أنه يعرفوا شوين هم وبالتالي هذا الحجم 17 ألف طفل هو حجم ليس ليس يعني ليس مستهام مأساة لأنه كبير والنتائج على ذلك والنتائج ذلك ستكون يعني كتير كبيرة وكتير مفجعة بالنسبة للحوامل خلال أربع شهور ولد عشرين ألف حامل وأنا أحكي لك أنه معناش معلومات عنهم بالكامل وهذه الولادات كانت في ظروف بيئية سيئة وفي ظروف صحية صعبة ولا نعلم كيف ولدت هذه السيدات ونحن في يعني في الطب النسائي والتوليد بيعتبروا أن كل حامل هي في موقع الخطر لحد ما تولد وبعد لحد أربعين يوم يعني ما تمر فترة النفاس نحن لا نعلم عن هؤلاء أي شيء لأنهم يولدون في ظروف صعبة جدا أنا الأسبوع الماضي خبروني أنه وحدة وهي نازحة في الشارع جلست وحكت لجوزها خلص يعني أنا بدي أولد ولدت وهي وجوزها لحالهم بالشارع والطر جوزها يشلح الجاكيت ويغطي عليها على أساس أنه يعني تعرف يعني في حالة ولادة فبالتالي هاي ولدت في أصعب الظروف الأولي الشربيئية والصحية والنفسية يعني إحنا ماذا ننتظر ماذا ينتظر العالم أمام الفواجع التي تحدث في قطع غزة يعني فواجع هاي هذه مقتل للإنسانية يعني هو وجع كبير وكيف يعني أننا نتعامل مع مرأة تلد وكيف نريد نعم صحيح سيدة الوزيرة ولكن اللافت في ما تفضلت به أنه رغم هذه المأساة الكبرى أنه عشرين ألف طفل ولدوا خلال أربع شهور من الحرب رغم كل هذه المأساة نعم سيدة الوزيرة كذلك أرجو أن تتحمليني في السؤال التالي لأنه اقتحام مشفى ناصر ومجمع ناصر حسب الرواية الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي قال أنه اقتحم المستشفى لأنه عنده معلومات أكيدة استخباراتية أنه فيه مخطفين إسرائيليين أو فيه رهائن إسرائيليين في المستشفى وقيل بعد ذلك أنه وجد أدوية مكتوب عليها أسماء بعض من المخطفين ما ردكم على الرواية الإسرائيلية؟ شوف أنا لا أصدق شيء إلا لما أشوف على أرض الواقع ما يتحدثون به يعني إسرائيل لا تحتاج إلى مبررات من أجل اقتحام أي مستشفى يعني اقتحمت مستشفى الشفى شو وجدت في مستشفى الشفى؟ اقتحمت مستشفى العودة وضربت على مستشفى العودة في جباليا بأقصى الشمال وضربت على الطابق العلوي اللي فيه أطباء بلا حدود هل أطباء بلا حدود عندهم أيضا مثلا أدوية ما يسمى بالمخطفين أو هل عندهم مسلحين مسلحين هذول أطباء بلا حدود بعمل إنساني ضربتهم وقتلت ثلاث أطباء منهم إسرائيل لا تنتظر لا تنتظر إلى مبرر لكن بتحطها ككليشي أمام المجتمع الدولي عشان يعني أنها هي دخلت عشان الأمن والأمان والآخرين لكن أعتقد أصبحت الصورة واضحة في كل العالم على ما يجري أنا ليست بخبيرة عسكرية لكن أنا أقول أننا في المجتمع الفلسطيني وأخلاقية المجتمع الفلسطيني ليس الآن وإنما عبر تاريخ الشعب الفلسطيني هناك احترام للمؤسسات المدنية احترام للمشافي احترام للمدارس ما هي المبررات التي قدمت إسرائيل وقصفت وهدمت المساجد ما هي المبررات التي قصفت وهدمت المكنائس هل هناك كان مسلحين هل هناك كان ما يسمى المختطفين إسرائيل لا تريد مبررات إسرائيل دخلت على قطاع غزة تحت ذرائع المختطفين من أجل كنس القطاع ومن أجل التهجير القصري لكن نحن ضد التهجير القصري وقد أثبت شعبنا أننا لا نزال موجودين وسنبقى موجودين ولا نسمح بالتهجير القصري وهذا أيضا ما أقرته المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية تحياتنا إليك سيدة الوزيرة ولكل الفرق الصحية والأطباء والعاملين في هذه الظروف المأساوية في قطاع غزة وفي مجمع ناصر بالتحديد شكرا جزيلا لكم ميل كيلة أنتم وزيرة الصحة الفلسطينية على تلبية دعوة غرفة الأخبار في سكاينيوز عربية هذا المساء من رمال ترجمة نانسي قنقر